أهلا بكم والبداية من تداعيات تطبيع الإماراتي مع إسرائيل إذ أكدت مصادر إسرائيلية فتح الإمارات الخطوط الدولية الهاتفية المباشرة مع إسرائيل فضلا عن رفعها الحجب عن مواقع إلكترونية إسرائيلية جاء ذلك تزامنا مع إجراء وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أول مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي كما يتوجه رئيس المصاد يوسي كوهين اليوم إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد النهيان بغية بل ورث تفاصيل اتفاقية السلام التي سيوقعها الجانبان وقال وزير طاقة الإسرائيلي فالاشتاينتس قال إن مخطط الضم في الظفة الغربية المحتلة سينفذ في المستقبل يأتي هذا بعدما كشفت صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية عن تصديق الإدارة المدنية في جيش الاحتلال على مشاريع استيطانية جديدة في الظفة الغربية والقدس الشرقية وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية وفقا للصحيفة إلى ربط الكتلة الاستيطانية بن يمين الواقعة في رمالله بالقدس المحتلة من خلال نفق استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائمة بأعمال السفارة الإيرانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات المسؤولين الإيرانيين فيما يخص اتفاق تطبيع العلاقة مع إسرائيل من جانبه قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قال إن الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج إن حصل ذلك بسبب تواجد إسرائيل فيها إلى هناك الضفة الأخرى من المياه الخليجية تنظر إيران اختلف المشهد سلام إسرائيلي إماراتي له ما بعده بالنسبة لطهران القضية ليست قضية فلسطين فقط هنا تأخذ الجغرافيا السياسية أبعادها وكأن إسرائيل تلامس حدود الأمن القومي الإيراني مسبقا تحمل طهران الإمارات مسؤولية أي زعزعة لأمن المنطقة إذا ما كانوا يريدون فتح المجال أمام الكيان الصهيوني في المنطقة فعليهم تحمل مسؤولية ذلك قبل أسابع قليلة فقط اجتمع محمد بن زايد ومحمد جواد ظريف افتراضيا قرئ اللقاء تتويجا لمحاولات التهدئة الإماراتية الإيرانية طوال الأشهر الماضية اليوم ينقلب المشهد بالكامل نبرة التحذيرات ساسة طهران لا تقل عن أصوات عسكريها نحذر الخوانة الحاليين ومن يفكر بالالتحاق بمشروع التطبيع المشؤوم مستقبلا سياسيا توصف هنا خطوة الإمارات تجاه إسرائيل بالمقامرة لكن السؤال كيف سترخي السياسة بظلالها على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين إيران والإمارات أكثر من نصف مليون إيراني وأكثر من عشرة بالمئة من تجارة إيران الخارجية مع الإمارات رسميا ستتأثر العلاقات بشكل واضح أما بالنسبة للتجار فالقلق من الضغوط الإماراتية الإسرائيلية عليهم بهذا الإطار تطبيع الإمارات مع إسرائيل يقرأ أيضا في طهران على أنه هدية مجانية لتل أبيب وواشنطن في خضم أزمتيهما الداخليتين كما يقول الساسة هنا وفي إطار صراعهما مع إيران أيضا فجأة تغير كل شيء بين الدولتين المتشاتئتين في المياه الخليجية من سعي لنزع التوتر بينهما إلى تنديدا بموقف الإمارات وتخوين لها من قبل إيران هكذا تصبح الأمور هنا عند ملامسة خط الأمن القومي حزم كلاس العربي طهران قال صأب أريقات من سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قال إن اتفاق تطبيع الإسرائيلي لإماراتي كسر للوساية الهاشمية الأردنية على الأقصى وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة رامالله تعليقا على البند المتعلق بالسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى بموجب الاتفاق أن القدس أرض محتلة وأن أي إجراء احتلالي فيها باطل للمزيد ينظم إلينا من رامالله عبر خدمة سكايب مصطفى البرغوث يمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مرحبا بك معنا دكتور قبل أن نتطرق للموقف الفلسطيني حول التطبيع الإماراتي الإسرائيلي دعني أخذ منك تعليق بداية على تصريحات لبن يمين نتنياهو اليوم قال فيها إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي يلغي تماما مبدأ الأرض مقابل السلام ما تعليقك على هذه التصريحات؟ تعليقي بالضبط أن نتنياهو يشعر بالناصر والزهو الآن لأنه فعلا كل الخطة التي وضعها منذ عام 1994 في كتابه مكان تحت الشمس لنقض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ولتدمير العملية التي كانت جارية في حينه ولتكريس أفكاره بأن الضفة الغربية وكل فلسطين هي أرض إسرائيلية فقط وهذا مغزى تصريحه أنه ليس أرض مقابل السلام ولكن سلام مقابل السلام ويؤسفني جدا أنه في الوقت الذي يعلن فيه الضم والتهويد بعد أن ضم القدس والجولان ويخطط الآن لاستكمال عملية الضم في الضفة الغربية تأتي دول عربية كالإمارات وتقوم بالتطبيع معه فيما يمكن أن يفهم فقط على أنه تبني وانضواء في صفقة القرن طيب الإمارات في تصريحات الإماراتيين قالوا أن هذا الاتفاق يوقف إجراءات ضم الأراضي في الضفة الغربية إذا فند وزير اليوم الوزير الإسرائيلي فند هذا الكلام تماما بالتالي ما الذي جنتها الإمارات من هذا الاتفاق أي فائدة جنتها الإمارات تحديدا من هذا الاتفاق ولا فائدة وقوع في الفخ الإسرائيلي أو بضغط أمريكي ولكن هذه أكبر خدعة سمعناها حتى الآن أن يقال أن هذا الاتفاق أوقف الضم هذا ما نفاه نتنياهو ونفاه السفير الأمريكي فريدمان أمام ترامب وأمام الإعلام عندما قال نعم يؤجل ولكن لا يتوقف سيحدث وهذا ما قال الوزراء الإسرائيليون اليوم وكرر نتنياهو مرة أخرى بل أكثر من ذلك في المؤتمر الذي أعلن فيه نتنياهو عن هذا الاتفاق مع الإمارات قال أننا سنواصل العمل لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بكاملها وليس فقط الأغوار أو مناطق المستعمرات نحن نتحدث هنا عن مؤامرة خطيرة يجري فيها إيقاع أطراف عربية في مؤامرة صفقة القرن التي ترتكز على أمرين تصفية الحقوق الفلسطينية والتطبيع مع الدول العربية دون إنهاء الاحتلال هذا يقود إلى الموقف الفلسطيني دكتور البرغوثي ناطق باسم الحكومة أو رئاسة الفلسطينية اليوم نبيل أبو رودين قال أن السلطة ستجتمع في اجتماع لي التباحث بشأن الخطوة الإماراتية وقال أن هناك خيارات للرد الفلسطيني وتحدث عن خطة ما هي هذه الخيارات وما ملامح الخطة الفلسطينية للرد على الاتفاق الإماراتية الإسرائيلية نحن لم تعرض علينا هذه الخطة ونأمل أن نراها ولكن أنا برأيي البديل الوحيد لما جرأي الآن في الظروف الحالية يبدأ بإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة طبعا في إطار منظمة التحرير ولكن شريطة أن تضم جميع القوى الفلسطينية وأن تكون قيادة فعالة ومسؤولة عن اتخاذ القرار السياسي والكفاحي وأيضا مسؤولة عن تبني استراتيجية وطنية بديلة لما فشل لم يعد هناك مجال الاستمرار الحديث عن مفاوضات وعن اجتماع الربعية والمؤتمر الدولي كل هذا كلام لن يؤدي إلى نتيجة اليوم المشكلة التي تواجهنا اختلال ميزان القوى هذا لا يمكن إصلاحه إلا بالوحدة الوطنية تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينية وتصعيد حركة المقاطعة وفرض العقوبات طيب بالفعل في نتاق التعاون مع إسرائيل في هذه النقطة ما الذي يمكن للسلطة أن تقوم به؟ على الأقل على مستوى الأمني لا لا التعاون مع إسرائيل غير وارد على الإطلاق التراجع عن موضوع وقف التنسيق الأمني سيلحق أفضح الأضرار بالسلطة الفلسطينية في رأي الشعب الفلسطيني المسألة الأساسية هنا ضرورة أن يصل الجميع إلى القناعة البسيطة والواضحة بأن الحركة الصهيونية بقيادة نتنياهو أثبتت أننا لسنا في مرحلة حل وأنها غير مستعدة لأي شيء اسمها الوسط وبالتالي نحن في مرحلة كفاح ونضال وبدون تغيير ميزان القوى ستستمر الأمور في التدهور إلى الوراء الشعب الفلسطيني ليس بدون خيارات بالعكس هو يملك سلاح جبار وقوي وهو وجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه وهو وجود مقاوم ويمكن أن يكون مؤثرا جدا بالإضافة إلى الخيارات الفلسطينية الداخلية حديث أيضا دكتور البرغوثي عن إمكانية أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في الفترة المقبلة هنا ما الذي يمكن للسلطة أن تقوم به في هذا الإطار هذا وارد جدا وواضح أن إسرائيل لم تجعل الإمارات تقوم بهذه الخطوة لكي تكون منفردة لا بالعكس هناك توقعات أن الاحتفال الذي سيجري في واشنطن سيشمل أكثر من طرف عربي ولكن هذا لن يؤثر لأن هذه الدول معظمها كانت أصلا تملك علاقات مع إسرائيل وكثير من العلاقات كانت تحت الطاولة وللأسف بعضها يتبنى الرواية الإسرائيلية اليوم نحن كفلسطينيين هذا لا يجب أن يؤثر فينا لأن الكفاح يجري بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي هذه الدول لم تكن ترسل جيوشا لتحارب إسرائيل وتوقفت عن ذلك نحن طبعا ألحق بنا أضرارا بمثل هذه المعاهدة إن تكررت ولكن أنا برأيي قوة الموقف الفلسطيني وقوة موقف الشعوب العربية على ما نأمل ضد اتفاقيات التطبيع والإسرار على المقاطعة بدل التطبيع يمكن أن تردع دول أخرى أو على الأقل تجعل الضرر محدودا جدا أشكرك جزيلا شكر دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل أنها نتاج نحو عشرين عاما من العلاقات السرية وذكرت المجلة الأمريكية أن تعاون السرية بدأ منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر حين استعان الإماراتيون ببرامج تطوير الأمن الإلكتروني الإسرائيلية وأضاف التقرير أن العلاقات التجارية بين أبو ظبي وآتا الأبيب تطورت على بدار العقدين الماضيين لتشمل الأمن الإلكترونية وأمن المطارات إضافة إلى الشحن وتحلية المياه والتكنولوجيا الزراعية والعقارات والسياحة ودأ رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح ودأ صباح اليوم قضاء محكوميته ومدتها ثمانية وعشرون شهرا واحتشد البيئات من أبناء البلدات العربية أمام سجن الجلمة قرب مدينة حيفا للوقوف إلى جانب الشيخ صلاح قبل دخوله السجن حيث نبه في كلمة له الأردن إلى الخطر الذي يداهم وصايته على المقدسات الإسلامية مرة أخرى أقول الوسائي الوردني الهاشمي الآن في امتحان كبير في المسجد الأقصى نتمنى لها النجاح نجاحا ينصر ثوابتنا الإسلامي العروبي الفلسطيني في المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي غول والغول لا يشبع أطمعه لا تتوقع الهمسات التي بدأنا نسبعها الآن خطير جدا أخطر مما تتصورون أخطر من شيء اسمه تقسيم زماني أو مكاني أفدت مصادر فلسطينية بإطلاق زوارق الاحتلال النار باتجاه قوارب الصيادين لإرغامهم على مغادرة السواحل ذلك بعد قرارها إغلاق بحر مدينة غزة كما أطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز على مجموعات من المتظاهرين ضد الحسار بالقرب من السياج الفاصل عادت القوارب مجبرة لترسو في ميناء مدينة غزة بقرار إسرائيلي طاردتهم زوارق حربية إسرائيلية وأطلقت النار عليهم محدثة أضرارا في قواربهم لإرغامهم على مغادرة سواحل القطع تفاجأنا اليوم في ليلة أمس أن البحر مغلق والزوارق الإسرائيلية بتضرب نار وبترش مياه عادمة وبتكوننا توجهوا لميناء غزة طب إيش السبب؟ إيش المشكلة؟ يعني بصورة مفاجئة بغير نزار وغير سابق معرفة كله يروع على قطاع غزة على الميناء يبحر بعضهم من جديد في تحدي لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهو قرار من شأنه أن يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة لأهالي القطاع عامة وللصيادين خاصة الصياد يعمل كل يوم بيومه إن عمل داخل البحر أسرته أكلت إن لم يعمل أسرته لن تأكل سيؤثر بشكل كبير جدا على الاحتياجات الأساسية للصيادين وأسرهم القرار يأتي في عقاب التصعيد والقصف الإسرائيلي المتقطع منذ أيام وعودة مجموعات فلسطينية لإطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل وتنظيم مظاهرات ليلية على تخوم القطاع الذي تحمل مسؤولية استمرار الحصار وقصف المدنيين والمدارس وإطلاق الرصاص على الشبان المتظاهرين السلمين هو الاحتلال الإسرائيلي من حقنا أن نكسر هذا الحصار وأن نخذ معركة كسر الحصار بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن مسؤولون يقولون إن اتصالات تجرى حاليا لمحاولة نزع فتيل مواجهة جديدة بين فصائل المقاومة وإسرائيل وهناك زيارة مرتقبة لوفد أمني مصري تصايد تدريجي لا يعرف مدى أو فترة هدوء لن تستمر طويلا مراقبون يرون أن المواطيات السياسية الداخلية والإقليمية ستكون العامل الأبرز في تحديد ذلك صالح النطور العربي تطعو غزة على الرغم من مرور أشهر على أعلان إسرائيل ذخ الغاز إلى الأردن إلا أن سكان البلدات الأردنية التي يمر عبرها خط الغاز لم يحصل بعد على تعويض مقابل استملاك أجزاء من أراضيهم ورسلنا مراد لبتوش توجه إلى بلدة إبسر أبو علي وتوقف عند الخسائر التي لحقت بسكان البلدة يختبئ أمام أنظار الجميع فمنذ أن استحمت البلاد بغاز قادم من إسرائيل مع دياسر وكثير من سكان بلدة إبسر أبو علي في محافظة إربد يؤمنون أن خصوصيتهم في أمان هي برأيهم لم تعد خارج مرمى كاميرات محطة الغاز المقامة على أراضيهم والمقابلة لمنازلهم كاميرات موجهة على بيتي وعاني معاناة شديدة طبعا حقيقة يعني أنت لاحظ الشبابيك الأمامي للبيت لا أستطيع فتحها دائما بعض المحامين أبدو اهتمامهم واستعدادهم للتعامل مع هذه الدعوة لرفض الدعوة يعني ومتابعتها في المحاكمة الأردنية ضخت إسرائيل الغاز مطلع العام الحالي عبر خط يمر بكثير من البلدات الأردنية شمال البلاد لم تفلح احتجاجات السكان بإلغاء الاتفاقية التي بررتها الحكومة أنها بين شركتين وحين تم استملاك أجزاء من أراضي السكان وأقرت الحكومة تعويضهم رفض البرلمان تخصيص المبلغ من الميزانية ليس الأمر بالنسبة لمزارعي البلدة تطبيعا قسريا فحسب بل هو حرمانهم من مصدر رزقهم مع عدم تعويضهم حتى الآن ما شفنا ولا أدرينا إلا هالجرفات وهالمواسير جايوا برشبوا بحفروا بقلوا وزي ما بدهم الزتون رزقتنا همانا لما بدهم يبطعوا عننا رزقنا يعني هل بيطلع على النواب؟ والله ما بيطلع على النواب هكذا بدت إبسراب علي بلدة صغيرة تحمل المفارقة الكبيرة يرفض السكان غاز إسرائيل لكنه يلتصق بترابهم وشيء من آثار الحروب العربية الإسرائيلية عام سبعة وستين بات مجرد أرض وعرة تجاور خطوط الغاز المعبدة بالاتفاقية والملبدة بالرفض والخشية من انتهاك الخصوصية تلك هي المسافة الفاصلة بين الخنادق واتفاقيات أبرمت بالمكاتب والفنادق قبل أكثر من خمسين عاما على هذه الأرض نصبت المدافع ووجهت الفوهات إلى إسرائيل اليوم الأرض ذاتها تشق بأنبوب غاز غير مرحب به يأتي من إسرائيل إنها حكاية الرصاص قبل عقود وحكاية الاقتصاد والصفقات والعقود مراد البتوشة العربي بلدة إبسراب علي